السلام عليكم كيف دائرين تتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم الفيديو جديد وتنقلكم سانة سعيدة دخل عليكم باش ما تمنيتوا ان شاء الله موهي بالنسبة للفيديو الجديد كما تشوفوا معيار عندي شربة ديال السمك ستجيزوينة بالنسبة للبرد هادا ستكون سخونة في نص الوقت لديدة ما هي ما نكترش عليكم شو باش ندوزوا المقادر بالنسبة لي انا اخضيت واحد اللقامي لادرت فيها الزيتها تسخن خليتها تسخن بعد مشيت المقادر ما بالنسبة للمقادر عندي الشعرية الصينية شعرية الصينية يعني حلح سب كل واحد القدر اللي بغا تنديرها في الماء الطيب تنقطعها الحوت عندي الكالامار الكروفيت الحوت البيض عندي الفقيع الشامبينيون شامبينيون البصلة خدارية مع علقة كبيرة ديال مايزينة ولبزار وسكنجبير هادشيوه ولكن انا دابا قلتو لكم ولكن انا اطرق لهم من بعد اوكي بالنسبة لي انا قايمين لكم متى تشوفوا رفيها الزيت هنخلي الزيتها تتسخن شوية بعد نزيد عليها سكنجبير وتنأكد سكنجبير لك انا تكون سكنجبير خضر ديرو سكنجبير خضر يعني تتزيد حسن القاعفة تكون طريتي وتكون حسن أنا ما عندي باودر ما عنديش الخضر حاولت نكتر منه باش يعتر ما ضاق ديالو فيها متى تشوفوا معي الصورة ركتر سكنجبير بززاب القشرة فيها سكنجبير وملحة عشي باشا طيب هادو ما التوابي اللي فيها نصافي وغادي نزيد عليها تكل بصلة الخضارية ومن بعدها غادي نزيد الشامبينيو الشامبينيو غادي نصافي غادي نقليهم وغادي نبللها نزيد عليها الملماء لك شي لعندك دير المقادر هي اصلا تتجي ووتري يعني تتجي سائلة خاصة تحسيبي بحال شينيز بحال الشربة ديال الشينواء تزدي الماب وحده وتزديلك الفوكي البحر بوحدهم كما تشوفوا معي انا بللتها وغادي نزيد عليها تقريبا خمسة دقيقة حتى تبدأت تغلالية سافي كما تشوفوا بس نزيد عليها عربتها تغلالية وغادي نزيد عليها هذا الشي لاخر سافي غادي نزيد عليها الشعرية الصينية والحوت لي عندي نزيد عليها الشعرية الصينية والحوت لديها الشعرية هيا وهي تغلالية سوف تشاهد عليها ممكنكك يلقي نزيد عليها الرازة بالحوت نزيد عليها الصفحة نزيد عليك سوف نزيد عليها الشعرية الصينية قليلت لكم الاسلقتها لم أسلقتها درسها في الماء طيب و قطعتها سوف نقوم بتقريبا و لم يكمل 10 دقائق سوف نزيد على ميزينة الميزينة الميزينة ليس لكي تختار بزاف لدي الماء كثير لكي تشد راسها لكي تكتر ميزينة بزاف تبغي تكون سائلة سوف نزيد على ميزينة و نجعلها تطبخي بلية الحطرة طابرة حقا شرابت لكم لم يكن لكي 5 دقائق باشي طيب هي رات شي كامل ديالها فالشي اللي من حطينا الزيت حتل درنا ميزينة إلا 15 دقائق فاش طابت 15 دقائق فاش طابت يعني الشربة السري يعني كان عندك هذا شي كامل موجود 15 دقائق فاشا طيب و سوف نزيد عليها نزيد سخونة إليك مشارطة حياتة 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 انت هتشوفهم معي سوف تتجي الحوط بين اللي كبير نحن بسرت والقرفة فتيب الكبير نراه و بالحين دياله أورنج و سوف تتعرفيها انا اتشاهدوا معي مويمة شرباء الجزيرة نهار ورشها ستطلب غزالة وغزالة ستطلب غزالة وانا قدمتها مع السميتو ومعي بصيلة بصيلة صغيرة دي الجيج بصيلة صغيرة لفقها مع موكيلة وطالة نهار كامل ومعي ندير شربة دي الحوت وبيضيلي الجيج ميزينت تشوفوا معي مويمة انتمنى تعجبكم وبغيتكم تجربوها يعني رسالة وزوينة أتمنى أن أعجبكم الفيديو ونتلقى في فيديو آخر إن شاء الله وسعنا سعيدة للجميع